جولات جديدة من الاجتماعات واللقاءات بين الكتل والأحزاب السياسية في العراق حول المشاركة في جلسات البرلمان من عدمه وحسب مصادر رفيعة فإن الهيئة السياسية لاتحاد القوى العراقية ستجتمع في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة حضور جلسة البرلمان والتشكيلة الوزارية الجديدة وفي أربيل عقدت الأحزاب الكردية الخمسة المشاركة في العملية السياسية اجتماعا لنفس الغرض وأصدرت بيانا أعلنت فيه عن استعدادها للحوار مع بغداد وكررت خلاله مطالب عدة منها صرف المستحقات والرواتب لموظفي إقليم كردستان ودعم قوات البيشمرقة وحل مشكلة الأرض والمناطق المتنازع عليها بدوره رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعا مجلس النواب إلى تمديد الفصل التشريعي الحالي لشهر واحد وطالب المحكمة الاتحادية بالإسراع في البت في قضية مجلس النواب وعلى خلفية الخروق الأمنية في العاصمة بغداد عقدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية جلسة قررت فيها استضافة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى خلال عدة جلسات منهم وزيراء الدفاع والداخلية وقائد عمليات بغداد ومدير الأمن الوطني ومدير جهاز المخابرات وشخصيات أمنية واستخباراتية أخرى قاسم حميد العربية شكرا